في البداية أعرف إيه الإجراءات اللي تبعتها الجامعة لشان تحصل على علاج علشان الطفل من الشركة المصنعة الدواء ده دواء حديث جداً يمكن بقاله حوالي سنتين والحقيقة ده يمثل يعني نقلة نوعية في نوعيات العلاج احنا مسميه علاج جيني يعني بمعنى ان احنا بنقدر نغير في الجينات وده أعتقد مع الوقت كمان هيبقى فيه أمرات كثيرة جداً نبتدي هذه النوعية من الأدويات هدخل فيها لما طلع العلاج ده لضمور العضلات الشوكي الحقيقة والشركة خلاص يعني كل الجهات الرقبية FDA ووفق تعليه وابتدى فعلاً يبقى متاح في بعض الدول كان تمنوا مكلف جداً يعني العلاج السعر الرسمي له 2.1 مليون دولار لكن الشركة كانت عاملة انها بتقدم ميت حقنة مجانية على مستوى العالم لبعض الأطفال اللي هو تنطبق عليهم مواصفات الإكلينيكية والجينية لهذا المرض الحقيقة عندنا يعني احنا واحدة متخصصة لأمراض العضلات بقالها فترة بقالها دي ايه دكتور فارين؟ الحقيقة ستزيتنا من زمان عمل بالوحدة دي يمكن من أكثر من 25 سنة بس تم تطوير الوحدة يعني على مراحل مختلفة ويمكن التطوير الحديث تحت قيادة الدكتورة ناجي فهمي الحقيقة يعني كان تطوير ملحوظ جداً وهي كانت متخصصة في هذا هي طبعاً حصل على الدكتورة من اليابان ومن ساعة ما راجعت من زمان ناشين سنة وهي بتشتغل في هذا الموضوع فقط تقريباً يعني ففعلاً عملت لمجموعة من الأطفال الفحوصات الجينية والإكلينيكية وقدمت فيه المنحة دي اللي هي مقدمة من الشركة وكسب أول طفل اللي هو كان رايان وجدت الحونة فعلاً ومن حوالي ثلاث شهور على ما أتذكر حقناها في عين شمس التخصصي والحمد لله لغاية دلوقتي الطفل بس دي قبل المبادرة؟ قبل المبادرة